احنا بنتكلم لوقتي على العام الدراسي الجديد نشوف الاول عملنا ايه السنة اللي فاتت سنة 19-20 كانت سنة زاخرة بالتحديات احنا كنا بنبص على الخريطة بتاعت السنوات الدراسية من اول كي جي وان لحد السنوية العامة في مجموعات يعني في مجموعة اللي باللون ده من كي جي وان التانية ابتدائي دول بياخدوا منهج التعليم الجديد ولهم اسلوب مختلف في تقييم الطلبة وما بيستخدموش التكنولوجي بفلسفة تصميم النظام التعليم الجديد المجموعة اللي في سنوي اللي هي اولة وتانية سنوي دول كان معاهم التابلت وبيستخدموا ادوات مختلفة السنوية العامة حضراتكم عارفين طبعا تم تنفذها على الارض بالشكل التقليدي المنطقة اللي في النص اللي هي من ثالثة ابتدائي للإعدادية استخدمنا فيها ادوات كتيرة جدا في ضوء الازمة اللي اتعرضنا لها وعشان كده عملنا منصة مكتبة رقمية وعملنا قنوات تعليمية وعملنا منصة ايد مودو ومنصة بس مباشر واستخدمنا مشروعات وبعدين عملنا امتحانات الكترونية في اولة وتانية سنوي لحوالي مليون ومتين الف طالب والسنوية العامة الحمد لله هي والديبلومات الفنية تنفذت على الارض فكل ده حصل في الشهور الاخيرة ده اللي هنبني عليه لما هو قادم ان شاء الله ايه التحدي اللي عندنا التحدي ببساطة احنا عندنا اكتر من 23 مليون طالب وعندنا مليون ومتين او مليون وثلتمائة الف معلم غير الاداريين ازاي هننزل ونروح المدارس ونتعمد نعمل اجراءات الاحترازية ونحتفظ بتباعد امن بين الطلاب اثناء هذه الايام هذه المشكلة الهندسية ما لهاش حل يتحط في عنوان احنا هنيجي يومين احنا هنيجي تلاتة كل الاجتهادات دي مش صحيحة ليه مش صحيحة لانه الحل ما يتعملش على مستوى الجمهورية كل مدرسة مختلفة في عدد الفصول وفي نوعية المدرسة هل دي ابتدائي بس ولا ابتدائي واعدادي ولا دي مدرسة كل السنوات فكل مدرسة هيبقى ليها حل خاص بيها احنا هنا هنحط ضوابط هيلتزم بيها الادارات ومديري المدارس لتوزيع الولاد على الفراغات وعلى الايام وعلى الازمنة الهدف بتاعنا نكمل المحتوى الدراسي كله وما ننتقصش منه وما ننتقصش من العملية التعليمية ولا من تعلم الاولاد فالمسألة اللي بنحاول نحلها وهي صعبة جدا ازاي نعمل ده في ضوء الازمة الحالية فهوريكوا صورة مجمعة وبعدين هندخل في التفاصيل لو قسمنا الاعمار بالالوان دي هنلاقي ان نظام التعليم الجديد دلوقتي وصل لحد تالتة ابتدائي نظام التعليم الجديد اللي هو من كي جي وان لتالتة ابتدائي جواه اكتر من تمانية مليون طالب في السن ده المنطقة من ربعة لستة ابتدائي فيها ستة مليون منطقة من اولى اعدادي لحد تالتة اعدادي فيها خمسة واثنين من عشرة وبعدين في السنوي في واحد وتمانية من عشرة تقريبا دول هيتعاملوا الاعمار هتتعامل باشكال مختلفة الصورة اللي احنا حطناها مش الجدول النهائي ومش عاوزين ده ينزل في عناوين عشان ما نلخبطش الناس الصورة دي ضوابط هتبعتها الوزارة للإدارات ومدير المدارس مثلا نمسك مرحلة مرحلة ونتفرج عليها بس لو بصيتوا على الجداول اللي تحت نعارف انها صغيرة وركبناها فوق بعض هتعرفوا ليه مختارين ايام عكس بعض عشان ما يتواجدش كل الولاد في نفس التوقيت في نفس المدرسة فاحنا نمسكهم مجموعة مجموعة احنا بس قبل ما نخش في تفاصيل الجدول السنة دي احنا محضرين عدد هائل من مصادر التعلم للأولاد حسب المرحلة العمرية وحسب هو عنده أدوات تسمح له بالوصول إليها ولا لا هنتكلم عليها برضو بالتفصيل دي بس صورة مجمعة نمسك الأول المنطقة اللي فيها رياض الأطفال لحد تلتة ابتدائي هنا في نوعين من المدارس في مدارس فترة واحدة في مدارس فترتين هنبعث للمديريات والكل مدير مدرسة نقول له انت لو مدرستك فترة واحدة بنقترح انك تجيب الولاد من الحد للاربع بطول اليوم الدراسي وطول الحصص يخلي مجموعة الحصص دراسية ثابت لازم نديهم نفس الجرعة بس بتوزيع أيام مختلف هنا لو المدارس فترتين هيجوا يومين هيجوا تلتة ايام اللي هم سابت واثنين واربع هنا من حد للارب مدير المدرسة بياخد الصورة دي وبيبرمج الجداول بتاعته على الأيام مهتديا باللي احنا بعتنهله بس اللي انا بقوله لحضراتكو والاستادة الاعلاميين مش عاوزين عنوان اسمه اللي ابتدائي هيجي يومين مش حاجة اسمها كده اوكي ما تقولوش الكلام ده كل مدرسة لها جدول وكل مدرسة هتدي لولاد الجدول لسه الجدول معقد شوية عن كده بس هنشوف لو مثلا ابني في مدرسة فترتين وهيروح ثابت واثنين واربع هيجيله جدول ثابت واثنين واربع هيعمل ايه وفي الأيام اللي في البيت كمان هيعمله في جدول للوجود في البيت الوجود في البيت مش اجازة الوجود في البيت جزء من العملية الدراسية فعشان كده احنا كاتبين تحت الجدول النهائي مسئولية مدير المدرسة مدير المدرسة هو اللي هيقوم بي السنة دي هندي صلاحيات كبيرة جدا لمدير المدارس وتمويل علشان تقوية المدرسة تقوية المدرسة نفسها الوحدة القريبة جدا من الارض الولاد اللي في السن ده من رياض الاطفال حتى لتبتدائي في الاساس ما بيستخدموش تكنولوجيا عشان كده هم هيحضروا اكبر عدد من الايام دول بيستخدموا نظام التعليم الجديد وعندهم الكتب بتاعتهم وبيتقيموا في المدرسة ومفروض ما فيش هنا تكنولوجي فده مصدر التعلم الاساسي بنسبالهم هو الحضور والتواجد في المدرسة والتعاون بينهم وبين الاولياء الامور والمدارسين في الفترة اللي يعدوها في البيت قد تكون يوم او اتنين على الاكثر